طبعا المشاهد يعني واضحة ويمكن نتنقل منها كتير أثناء أحداث المباراة نفسها يعني فترة التسعين دي اللي هي عمر زمن المباراة حصل أحداث كتير جدا كان فيها خروج عن نص من الإداريين أو المسؤولين عن نادي الهلال السوداني لكن الحقيقة كمان يمكن اللي ما نقلتوش كاميرات التلفزيون أنه حتى ما قبل المباراة كان فيه تجاوزات حصلت ضد بعثة النادي الاهلي أنه بعد انتهاء المباراة أيضا كان فيه اعتداءات داخل ملعب المباراة ضد لعيبة زي علي لطفي وضد لعيبة وبالمناسبة فيه بعض الكاميرات الموبايلات يعني رصدت التعديات دي أو الاعتداءات دي وحمدي فتحي قطي لبس النادي الاهلي الحقيقة سيناريو ما ننتظروش أبدا أبدا من أشقاء يعني والحقيقة كمان أنه الواحد مش عايزة أقول أنه بنندم بنندم على أنه في وقت ملأوقات للمعاملة ما بتكونش بالمثل مش ممكن أبدا رحل في مصر نقول كده ومعتقدش أنه فيه في تاريخ الأهلي المصري استضافته لأي نادي سواء كان عربي أو أفريقي أو حتى عالمي على أرض مصر ما كانش عنوان للصدافة دي هي حسن الاستقبال وحسن للصدافة والأهلي الحقيقة بيعمل ضيوفه يعني كأحسن ما يكون فيعني لننتظر المعاملة بالمثل لكن في حدود أدنى في حدود أدنى احنا مش بيكلم هنا رياضة احنا بيكلم على حضارة وعلى ثقافة شعب نادي الهلال يمثل الكرة السودانية وبالتالي هو يمثل الدولة السودانية يمثل الشعب السوداني بالتاريخ الطويل والعميق الممتد يعني في جزور التاريخ دولة كبيرة وعظيمة يعني فبالتالي لابد أن الأمور دي تبقى يعني تتم مراتها خلينا نروح لنص الشكوى التي تقدم بها النادي الصباح اليوم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق النادي الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللواقح المنظمة للعبة كرة القدم ذلك قبل واثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطول الدوري رابطة الأبطال جاء في شكوى الأهلي أثناء الميران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهر الزرقاء يوم الجمعة الماضي قام بعد مشجيه الهلال باختحام الملعب وقف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعينة الأجسام المغذوفة وتدوين الواقعة في تقريره كاف ورغم قرار بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توفر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك إلا أن النادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا وكذلك غرق غرفة ملابس لعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لعبية أثناء المباراة قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له وكان يستوجب ذلك مغادرة لملعب المباراة نهائيا إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بودلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكايل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء قام أحد أفراد التاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق الرياضية لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا وقام مشجعوها الذين تواجدوا في ملعب المباراة بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وتاقم الصفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لعبنا أثناء مغادرتهم للملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل وتعرض لعبه الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1-22-22 طبعا ده مثال واحد طبعا على ما يلقيه الأهلي في مبارااته في مواجهة الهلال السوداني شيء صعب الحقيقة وشيء اللي نتقبله أبدا وشيء لا يعكس عمق العلاقات وقيمة وحجم الروابط الكبيرة جدا اللي بتربط بين الشعبين المصري والسوداني والأكيد في ده وبعيدا عن التعامل مع الجهات الرسمية سواء كان الكاف أو كان حتى الخارجية المصرية حالة استياء كبيرة تكلم على جماهير بالملايين شافت كل ما حدث أثناء المباراة وعرفت ما حدث حتى سوشال ميديا النهاردة بقيتش بتخبي حاجة فملايين من جماهير النادي الأهلي سيبك من قصة 3 نقاط وسيبك من قصة المنافسة أساسا على البطولة فيه روابط وفيه علاقات متينة جدا لابد من الحفاظ عليها وكتير إن لم يكن الأغلبية الكسحة ومش هبالغ لو قلت كل جماهير النادي الأهلي استائد جدا 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 من شكله ومن حجم التعامل مع النادي الأهلي وبعثته في السودان الشقيق